تحدثت أستاذ ميشيل عن فكرة أن يكون هناك محافظة على البيئة بالتحديد بمنطقة نهر الأردن بالمختص لكن إذا إحنا بنحكي عن المنطقة بشكل عام في عنا البحر الميت في عنا مرافق أخرى فكيف ممكن نربط السياحة في البحر الميت؟ يعني إحنا بنقدر نقول إلى حد ما الحمد لله في عنا عدد لا بأس فيه من السياح اللي برتادوا منطقة البحر الميت سواء بالصيف أو بالشتاء لكن فكرة وجود البحر الميت كيف ممكن نربط السياحة فيها بمنطقة نهر الأردن والمختص بالتحديد؟ بشكل عام الحجيج والحج ومن يأتي بسياحة دينية ليس بسائح يعني هناك شفية قليلة تكون سياحة خمس نجوم ولكن كافة فنادقنا في منطقة البحر الميت فنادق خمس نجوم أو أربع نجوم ما عندنا كل الفئات ولا نخدم السياحة بشكل عام يجب أن نطور فنادق ومنتجات وخدمات بمنطقة المغتص والغور والبحر الميت بمستوى تخدم السياحة المحلية والسياحة الخارجية دعنا نوضح بعد إذنك يعني أنت مع أنه يكون طبعا فيه شيء بنجمتين وفيه شيء بتلاتة وفيه زي موطلز صغيرة أكيد أنت بدأت تخدم بداية أي سياحة تبدأ من المواطن الأردني من المواطن ببلده إحنا اليوم ما وجد بالبحر الميت والغرف الموجودة كلها بأسعار أعلى من قدرة دخل المواطن الأردني بالخمس نجوم طبعا والحج بشكل عام يجب أن يكون هناك أو يتوفر غرف بكافة الفئات وكافة المستويات يجب أن ندعو كافة المسيحيين بالعالم لتعميد أبنائهم أو بناتهم في المغطس ليش يعمدوا بكنيسة بفرنسا أو بإيطاليا أو بأوروبا نستطيع أن نجذب عائلات ولكن العائلة عندما تحضر مش كلهم قدرتهم أن يدفعوا فناضي خمس نجوم فبموقع المغطس يجب خلق قرى بيئية للإقامة وعلمت أنه سيتم طرح هذا الموضوع قريبا من إدارة المغطس تخصيص منطقة لإقامة منتجعات أو قرى سياحية بكافة المستويات نأمل أن يتم ذلك بسرعة ممكنة كون لا نستقطب فقط اليوم عم نشوف أنه السياحة الكاتوليكية الموجودة بالمغطس أسبوع القادم سيكون هناك للأرثودوكس واللي بعدها للأرمن بالضبط نحن 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 نستطيع أن نجذبهم كلهم نحن عدد السياحة بزور المغطس قليل جدا اليوم زوارنا للباترا وهي أهم موقع موجود بالأردن لم يتجاوز 800-900 ألف سائح هذا العام نحن نريد أن نصل إلى أرقام الملايين الملايين السياح القادمين مع أنه مقارنة بالسنوات الماضية يعني كانت كويسة هاي سنة 2018 كانت جاي وصلت إلى رقم 2010 آه برافو 2010 كنا 819 ألف كانت الأعلى وليوم رجعنا إلى وليس كمان الظروف الإقليمية الصعبة مرنا بفترة صعبة بالعالم العربي والأردن تأثر بها مع الربيع العربي واليوم نستطيع أن نقول أننا خرجنا من ذلك وفتح الحدود مع جيراننا بالشمال سيساعد أيضا على سياحة سياحة لبنانية أن تأتي برا لأنه ليس كل سائح كمان لبناني يستطيع أن يأتي جوا لأن الكلفة أعلى كتير من أن يأتي بالبر فكل هاي عوامل ستزيد من حرك السياحية إلى الأردن يعني فعلا زي ما عم تحكي أستاذ ميشيل قبل شوي كنا منتقلين من داخل واحدة من الكنائس في المختص فعلا الأجواء جميلة الروحانيات رائعة جدا وفي جانب مهم جدا بما يتعلق بالسياحة وتشجيع السياحة هناك من ناحية الفنادق والأسعار الزهيدة اللي تستطيع يعني أن تستقطب جميع الطبقات وجميع السياحة على اختلاف حالتهم المادية بنفس موقع المختص يعني لما نزلنا أنا وفؤاد خلال الأسبوع الماضي وجدنا أنه أيضا فيه هناك نقص يمكن بموقع المختص نفسه بأن يكون هناك نزل لأنه المنطقة روحانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فهو ممكن للسائح يحب أنه هو يقيم بموقع المختص يظل لمدة أسابيع ويستمتع في المنطقة فإقامة نزل أيضا داخل موقع المختص كيف مهم؟ طبعا إيجاد مرافق إقامة في كافة المواقع بالأردن ضروري بكل موقع أثري وسياحي يجب أن يكون هناك موقع أو مكان للإقامة اليوم إحنا حاصرين الإقامة في الأردن بأربع مواقع عمان البحرمية البترة والعقبة وادي رم بدأت تتطور بإعداد الخيام والغرف ولكن ما عنا غرف بالشمال أم قيس إربد بشكل عام المفرق أم الجمال كل موقع السائح الذي يأتي إلى الأردن ويرغب بزيارة الأردن ويمكن أن يزور العديد من المواقع 28 ألف موقع أثري مسجل بالأردن يمكن أن يشتري فاوتشر يزور ويقيم في أي فندق من هذه الفنادق بضمن سلسلة في كافة المواقع وكافة المحافظات لا نريد أن تقتصر السياحة على محافظة بدون أخرى نريد أن يكون هناك في المغطس مكان للإقامة لأن المغطس قد يأتي بسائح إقامته مدتها أطول من إقامته في المفرق لربما قد تكون ليلة بينما في المغطس قد يكون السائح يقيم إذا أتى للحج يقيم ثلاث أيام أسبوع أسبوعين فهذه أماكن تستقطب أنواع مختلفين من السياح كافة أنواع السياحة يجب أن نستغلها الأردن يمتاز بمناخ لمثيل له لدينا أربع فصول لدينا منطقة الأهوار دافئة اليوم غريب أن الأردنيين بصيفوا بالغور يعني مننزل للبحر المية بنلاقي فيش سياح اليوم بأن اليوم مفروض أو بالشتاء بنعرف أنه سابقا قبل قرن من الزمن كانت سياحة في أريحة بالشتاء وليس بالصيف كانت فنادق أريحة تغلق بالصيف اليوم إحنا بالشتاء شبه مغلقة الفنادق وبالصيف لدينا أزمنة سياحية نعم نعم أريد أن أطلب من الزملاء في الجلاري يورجونا بعض المواد الموجودة عندهم من المغتص خاصة إذا ممكن من الجانب الآخر وهنا أريد أن أتحدث معك سيد ميشيل إحنا في عنا خلينا نحكي يعني في صعوبة ما لأنه إحنا بدنا نعدل العادة القديمة الناس كانت تعمل حج من الطرف الغربي ولكن حسب التاريخ وحسب الإنجيل العمات حصل من الجهة الشرقية للنهر فبالتالي واجب علينا أنه نعدل وكمان نصح التعبير يعني نقوم هاي العادة التاريخية القديمة فبالتالي في عنا منافسة على الجانب الآخر والطرف الإسرائيلي عم بشتغل بشكل منظم ومكثف وسياحيا بدرجات يعني متقدمة وهذا يمكن يطلب مننا وقت طويل لنوصل لمبتغانة شو رأيك في بعض الحلول اللي ممكن تكون من هون لمثلا ثلاث أو خمس سنوات طبعا الترويج أساس أن نعلم العالم بأن المغتص هو بالجانب الأردني الشرقي من نهر الأردن أساس ثلاث بابوات زاروا المغتص خلال الخمسة عشر سنة الماضيين هذول بابوات يمثلوا الكنيسة الكاتوليكية اللي بتمثل مليار وستمائة مليون نسمة بالعالم لم نستغل هذا التصويق بشكل مناسب بالذات أنه آخر زيارتين كانوا بأثناء فترة الربيع العربي يعني ما ساعد كثير أن يتم الترويج في تلك المرحلة الزيارة كانت سابقا أيام فلسطين تأتي من البحر ما كان في طيران كان السائح الأوروبي والروسي يأتي بحرا إلى فلسطين ويصل لزيارة القدس وزيارة النهر ولم يكن هناك جسور وبيت لحم والناصرة ولم يكن هناك جسر يستطيع أن يصل به إلى هذا الجانب صحيح اليوم وقتما اكتشفنا أنه المقتص والمدينة كلها أو قرية بيت عنيا موجودة ووادي الخرار ووادي الخرار موجودة في الجانب الشرقي والأثار تبعها من فسيفة ساء وكنائس موجود هنا والعالم اعترف علميا بذلك طبعا هذا مؤكد وأيضا بالإنجيل مذكور أنه عندما عبر سيدنا مسيح النهر نعم إلى الجانب الآخر لأنه كان متهد من الرومان في الجانب الغربي عبر من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية من النهر فهنا وصلنا إلى منطقة العماد وبداية الدين المسيحي دياني المسيحية بدأت من المقتص من ذلك الموقع فاليوم يجب أن نستغل هذا الموضوع أكثر وبكثافة أكبر نعم من خلال ترويج ولكن مخصصات الترويج الموجودة بالأردن كمان ضئيلة يعني ما نستطيع أن نروج كل شيء كما نريد نعم بدك أموال كبيرة لتصل ولكن الكنيسة تستطيع عندهم تلفزيونات واصلة إلى أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الوسطى عندهم محطات تلفزة منتشرة ويستطيع أن يبثوا كل ذلك نتمنى على الكنيسة الكاثوليكية أيضا بالأردن أن تستعمل وسائل إعلامها لهذه الغاية بصراحة مش دائما اللوم على الحكومة بس ما بعرف أنا أعتقد أنه فيه دور إلى الكنائس جميع الكنائس إن كان الكاثوليكية أو الكنائس الأرثوذوكسية يجب تحويل هذه المنطقة إلى خلية نحل كما كانت كل كنيسة قادرة إنها تعمل مجموعة من النزل وتستقطب السياحة الدينية إيد واحدة لحالها ما بتزيد أكيد وبالذات يعني أنا 16 كنيسة صارت موجودة بالموقع نعم عاليا على الأرض نعم